موسيقى هاي بنات كيفكن اهلا فيكن بفيديو جديد على قناتي عن جد اشتاقتلكون كتير كتير اليوم حبيت بلش معكم الفيديو بيهل الوردات الحلوين مبارح كان عيد ميلادي وجب لي اياهم حسام فرجعنا كتير تعبانين وملحة اعتني فيهم حطيتهم بس بالماء ونمت فاليوم فيقى الصبح بدي قصهم وضبطهم فقلت بشارككم هاي الفقرة وبورجيكم انا كيف بعتني بالورد لحتى يعيش عمر اطول اول شي لازم تقصوا بهاي الطريقة بطريقة 45 درجة لحتى وقت الوردة تجي بقلب الماء ما ينسد العقب بالعكس يظل هيك بطريقة مايلة ويدخلوا الماء من كل الجهات ولازم تقصوا منه عقدة اصبعه لكل وردة وهو بيجي معه هون بهولندا بقت الورد بتجي معه متل سماد خاصفية بتحطوه بالماء منشان يعيش لوقت اطول بس اذا انتو ما اجت معه هاد الزر فيكن تحطوه له سكر للماء هاد الشي كتير بيساعدو انه يعيش عمر اطول وكمان كل فترة لازم تغيروا الماء ولازم دوما ميت الورد تكون صافية وهيك عنجد بتعيش بقت الورد اسبوع او عشر ايام عندكم انا عنجد بتعيش عندي كتير فشوفوا لي هالوردات ما احلى هون عنجد انا كتير بحب الورد كتبولي انتو اذا متلي بتحبوا الوردات كمان وهون ميلا كمان كتير كانت فرخانة عليه هون وعم تساعدني فيهون هاي مانا وردة شمي هاي وردة طيبة رحتها اوه مولدة 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 ميلا حلوين الوردات اوه حبتيون اوه مواي اوه مواي حلوين هاي حبايبي كيفكم اهلا بكم بفديو جديد على قناتي مثل ما يكون شايفين مبارح كان عيد ميلادي وبدي اتشكركم كتير كتير على رسائلكم حلوة على الانستغرام وعلى اليوتيوب كتير كتير فرحتوني بهذا اليوم تقولي هالبوكت طلعت حلوة هاي الفازة تبع ايكيا هاي بحسة على فكرة كتير منيحة لانه بتساعد الباقة الورد هاي تنفوش لبرا شايفين كيف هاي تنفوش وهون هدول الهدايا لسه مضبتون بصراحة بس حبيت ورركن هاد الطوء اللي جيبلي يا حسام كتير كتير حسيته ناعم ولزيز اعطوني رأيكم فيه انا كتير غرامي وهو الخواتم الناعمة انا هيك بحب البس يعني وانا اذا البس شغلة بعلق عليها ما بحب شيلة ابدا فهيك شغلات بحسة بتلبق مع كل شي فعلى جد كتير مبسطة عليه وحسيته زوئي بس فيه شغلة واحدة احتمال انه بدلها او رجعها مبعر الخاتم هو بيجني معه خاتم لحظة ورجيكم يا اجا كتير كبير عائتي اصورنا لكم نحن الهدايا وهالقصص على القناة العائلية اذا بدكم روحوا شوفوا الفيديو شوفوا هذا هو الخاتم تبعه شوفوا قدي كبير كتير كتير كبير فبعلي قدي مقاسه يعني فشكلة حسام ما معرفين مقاسي بالخاتم فبدي روح اللي تزغروا لي ما بعرف اذا بيزغروا هنشوف يا اما هنبدلوا اعطوني رأيكم انا كتير حبيتهم للاشياء وعنجد كان يوم كتير مميز وكتير مبسطت مع العائلة ومبسطت فيكم عنجد انتم وجودكم بحياتي كتير مفرحني كتير كتير بحبكم من قلبي المهم اليوم لا احس اعبتم انتم إذا كلا رأيهم بحنا فاترة شمسات شوفوا الأشواء الحلوة حتى هذه الميرة لابين عند المستودا لدينا المستوضع يحاولون يطالعوا أغراض الميلة وهيك فأريدون أن يلعبوا بره وأنا أريد أن أحضر للفطور ورح أعطيكم ما سأحضر اليوم مبارح كنت في السوبر ماركت وشفت عندهم هذين 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 البيجلز أنا كثيرا أحبهم ولكن قليل أن ينزلوا هون في هولندا ما كثير بلاقيهم هذين أظن أنه اختراع أميركي هذين تلاقوهم بأميركا وكندا يعني هون في هولندا ما كثير بينزلوا فأنا وقت بشوفهم كثير بحبهم بجيبهم فورا فهلأ رح أعمل فيهم صندويشات رح ورجيكم وصور لكم كل شي بس إذا أنتم عم تحضروني لأول مرة لا تنسوا تشتركوا بقناتي وتعملوا لايك للفيديو ويلا خلونا مبلش بالنسبة لهذا خبز البيجل هو بس بده بالفرن خمس دقايق يعني بيجي جاهز ومستوي بس بده شوية تسخين وبالفعل يعني بيطلع أطيب لأنه سخن وبعدها أنا حبيت أنه أحشي موتزاريلا وجرجير وصلصة البيستو فهي الموتزاريلا بتجي منا ملحة فأنتو بتحبوا تملحوها أو لا حسب أنتم ما بتكون أنا حسب الصندويشة بما أنه هون جاي بسوس البيستو وجاهز وملح فأنا حطت لها ملح وهون بس كنت حبيت ورجيكم هاي السكينة بيجي شكلها مثل المنشار هاي خاصة لتقطيع الخبز بصراحة أنا أول ما اكتشفتها في الشركة اللي كنت اشتغل فيها هون كانوا يقدمونا اللانش بالشركة فكانوا دوما رفقاتي الهولنديين يقطعوا الخبزة تبعون فيها لأنه هون الخبزة بيجي مثل انه قطعة واحدة وانتو بتقطعوا السماكة اللي بتكون ياها كتير بحبة لتقطيع الخبز لأنه ما بتخربوا أبدا وهيكا بيطلع مسطح من جوا وهيكا ما بينفعس يعني بالسكينة العادية كتير بحس صعب تقطيع الخبز فحبيت انصحكم فيها وعسيرة الخبز الهولندي حبيت تورجيكم شكل الخبز الهولندي التقليدي لأنه قلت أكيد عندكم فضول كل بلد بحس انه الخبز هو شي مميز وانه الواحد دوما عنده فضول شو الخبز اللي بياكلوا أهل البلد فحبيت حط لكم الصورة هلا بصراحة أنا أول ما جيت على هولندا كنت ما حبوه أبدا ولأنه من برا كتير أعسية بس يعني حتى بيتركوه إنه كلمة أسي من برا إنه بينظرون مقرمش أكتر ونحن ما متعودين على هيك بينظرنا الخبز لازم يكون طري فأول ما بلشت دوام بالشركة اللي كنت أشتغل فيها كانوا يعملوا سخن يعني يحطوه بالفرن هيك عشر دقايق كتير كتير غيرت رأيي وحبيته كتير لأنه هيكا بيصير طري وبصير طعمته مثل الكايك كتير كتير حبيته فحبيت لكم إنه دوما الواحد ما يحكم على الشغلة من شكله لازم دوما يجرب لأنه الحقيقة عن جد تجارب ومع التجربة ممكن كتير تغيروا شغلات أنتوا كنتوا مفاكرينا شي وتطلع شي تاني كتير أهلا وسهلا فأتوا عاني كتير يلا تاكل معنا شو طعميكي ميلا شوفوا ميلا يلا تاعي ميلا تاعي 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 كلي نم نم ميلا يلا تاعي يلا تاعي اوه أهلا تتذكروا من قبل صورتلكم نفس هالمطربان جبتوا لابيرلا بس كان مانجو ونكحة ثانية هلأ أرجعت جبت لها هذا صار فراولة مع خضار فأنا عم جيبون شان أدهل ياهون على الخبزة ودوقة ياهون على جد كتير بتخبون تشرب مي 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 هلأ تشرب حسنا صار وقت حطت الديكورات اللي اشتريتها من فترة ورجعتكم ياها قلت لكم انه على جاية الربيع حابة هيك فرتح الألوان بالغرفة وهيك تتغير نفسيتنا شوي فهون كنت عم طب ديكورات الخريف وما رحكبة أكيد عم ضبها بكرتونة وإن شاء الله السن الجاي بس يجي الخريف رح أرجع حطها وأرجع استخدمها وبالنسبة للديكورات كان المفروض الفيديو الماضي انه أعمله معكم بس كنت عم انتظر حسام يكون بالبيت من شان يساعدني بتعليق اللوحات وفيه أشياء يعني بده بس اميروا هيك فكان لازم هو يكون موجود من شان يساعدني شوفوا يا جماعة فضيت الغرفة كلها موضل فيها شيء أبداً من شان هلأ نضفها وحطوا الديكورات الجديدة على نظافة ويمكن أبشع شغلة بالبيت عندي إنه الشبابيك حرفون كتير واطي فدوماً ميلة بتظل بتطلع على هذا الحرف وبتتفرج على الشارع وبتحط بصماتها على البلور فدوماً دوماً كل يوم لازم بعد ما مسحه يرجع يتوسخ فوراً فمن شان هيك كل فترة بنطفه ما بنطفه من بره لأنه من بره متعاقدة مع شركتنا الضفلية من شان الشبابيك العالية تبع غرف النوم لأنه ما بوصل لهم هون حبيت ورجيكم هاد الفانيش البخاخ هاده كتير منيح إذا عمتكن بقى على الصوفاية عن جد كتير منيح وقوي هلا البانيش البودرة أقوى منه أنا صار جربت كل أنواع البانيش فيكم تقولوا البودرة أقوى الشي بس هاد البخاخ أسهل للصوفايات وإذا كنتم مستعجلين فبتوخوا منه شوي وبتفركوا وبعده هون بلشت أمسحها للصوفاية هيك مسحة سريعة موسيقى 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 هلا أكتار منكم عم يكتبوا لي أنه صير نزل برمضان أكتار وصور لكم طبخاتي يوميا وهيك فحابة هلا أسألكون وتصوتوا بالتعليقات هلا بنزل برمضان كل يوم وإلا بضل على نمط فيديوهاتي هاد اللي هلا عم أعمله لأنه بصراحة هاد النمط يعني فيه أفكار منوعة وبياخد وقت بالتصوير والمونتاج فإذا حابين نزل يوميا يمكن تصير الفيديوهات أقصر شوي وهيك فكتبوا لي بالتعليقات إذا حابين برمضان نزل فيديوهات أكتار موسيقى 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 يا جماعة عدي جايبة هكي ألوان حلوة وديكوراتها large woman كتير كتير متشوق أهلا أحطوه بالغرفة خلونا نشوف كيف هنسقم مع بعض فو خطرت انه دخل هاد اللون البيج ولون الخشب يعني فهلأ حاس الغرفة رح تختلف كلها هلأ يلا خلونا نشوف موسيقى اشتركوا في القناة اكتر منكم كتابوا لي وقت ورجعتكم المشتريات انه بدل ما حطت ديكورات هدول انه هم بلش حط ديكورات رمضان هلا بصراحة حسيت لسه بكير لسه في عشرين يوم يا زماعة انا قلت لش ما بستقبل رمضان بديكورات جديدة وحلوة و بنفس الوقت بدي حط ديكورات وزير انت رمضان بحطن فوق هاي الالوان اشتركوا انا طبعت هدول الرسمات طبعتهم اي تري عندي بالبيت بس تجربة لحتى اشتركوا اذا حيطلعوا حلوين و اذا طرعوا حلوين قلت بروحوا بطبعهم من هاد الورق اللي بيكون لميع منشان يكونوا هيك شكلهم احلى اشتركوا بقلب اللوحات شرفوا ادي طلعوا حلوين شاكليا عنجات بدي روحوا اطبع منهم بالمكتبة هاد الكرتون اللي بيكون جلوسي و بالاخير اخترت هدول الثلاثة وهدول ما اخترتهم مع ان هاي كتير حلوة هوم سويت هوم بس حسيت هاي احلى يعني اوكي يا جماعة هاي الصينية البيضة اللي شايفينا مع هاي الديكورات اللي بقلبها انا جبتون لانه ما كان لسه عندي هاي باقية الورد فبس تدبر رح حط هدول محلة عفكرة انا قبل ما حطوا الديكورات كمان كنست الارض وهون رجعت اطريت كنستها لانه حسام وقت اجا بده يدقلي اللوحات صار هيك يهر شغلاتهم من الحيط وخلص اطريت ارجع كنست مرة تانية واصلا هاي المكنزة انا كتير بيستخدمها هاي رفقتي بالبيت يعني موسيقى اذا انتي استغلاتي الفرصة شو عمت عملي لبسات شحاطي هاي يهو يهوinal اذا شوفي بدك تو قاعي ماهنا عددك ماهنا عددك موسيقى 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 موززاة موسيقى حبابيس اعطوemy نهاية انا كثير فرحانة غيرت حشباه من بعدما صار فيه لون زهري وألوان فاتحة هنا حتى حسام كان يساعدني باللوحات قال لي عن جد كثير صارت الغرفة أحلى وهي كأنه بتحسوها ربيع صارت عجد حلو هيك الواحد كل فترة يغير اكسسوارات صغيرة بتخلي الغرفة كلها تختلف المهم كنت حابة أخذ رأيكم بهي المخدة بصراحة لونة ما أجمت اللون باقي المخدات فكنت محتارة أزبخلية أو بتركها ما بعرف هون بهي الزاوية يمكن ما كثير مأسرة إذا كنتم تعطوني رأيكم لانكم شوفو شون لونة غير الباقيين يعني بتحسوها غير لون هاي وكمان بالنسبة للديكورات اللي فوق بصراحة اكتر فكرة انه حسيتها طلعت حلوة هي هدول هون اللي عزاوية بس هدول يعني ما كتير حبيتهم بس أنا حطيتهم حاليا بشكل مؤقت لانه بدي اعمل زينة لرمضان فتركت هون هدى النصفة من شان انشاء الله رح حط فيه زينة رمضان رح عمل معكم شغلات كتير حلوة عائدي وطلبتك شغلات من النت وما بعرف يعطوني رأيكم بالشكل النهائي هذا كان كل شي لليوم إن شاء الله يكونوا عجبكم الفيديو إذا حبتوه عملوا لايك واشتركوا بقناتي إذا لم يشتركوا ولا أصبح لازم أودعكم وإلكون أحبكم كثيرا موسيقى